سنة السجن النافذة هكذا نطقت المحكمة الابتدائية في حق الإعلامية المغربية هاجر الرئيسوني بتهمة الإجهاض والفساد نفس العقوبة أصدرتها المحكمة الابتدائية في حق خطيبها السوداني رفعة الأمين هذا الحكم شكل صدمة لعائلتها التي اعتبرته وصمة عار في تاريخ القضاء المغربي حسب تعبيرها سنة سجنا لهاجر ستمر لكن ليتأكد الجميع أن هذا الحكم سيبقى وصمة عار على القضاء المغربي ويؤكد أنه في الوقت الذي كانت هناك محاولات لتحصين استقلالية القضاء بالقوانين فالمبادرات سواء النيابة العامة أو جزء من جسم القضاء تحول دون تكريسي هذه الاستقلالية التي نسى أن تكون مفخرتنا المحكمة عاقبت أيضا الطبيبة محمد جمال بلقزيز بسنتين حبسا نافذا وغرام مالية تقدر بخمسين دولارا ما حضره من مزاولة المهنة لسنتين تبدأ من أول يوم لانتهاء عقوبته السجنية هيئة الدفاع استغربت من الأحكام وما تزال تؤكد على براءة المتهمين أملا في تحقيق ذلك خلال مرحلة الاستئناف خاصة للمحكمة دينات المتلك الشجاعة اللازمة أدلوا مسافة مضوعية وقانونية بين المحاضر للضبط القضائي إذا المحكمة أخذت مسافة مضوعية عقلانية بالحكمة بينها وبين المحاضر للضبط القضائية لن تحكم المحكمة إلا بالبراءة المنظمات الحقوقية انتقدت الأحكمة بشدة معتبرة إياها قاسية وتكرس ما سمته دونية المرأة وهضم حقوقها كحورية التصرف في الجسد واختيار المرأة أن تكون أما أو لا الحكم قاسع ولكن هذه الحكم مرأة يوميا نسمعه قضية الرئيسوني ستدخل لاحقا مرحلة الاستئناف وقد ترفع إلى محكمة النقد والإبرام في حالة عدم القبول بالحكم